الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن حرب البسوس وخلصناها في سلسلة حروب البهايد طبعاً تفرج معنا على الحلقة هيستغرب إزاي أولاد عمومة يتحربوا أربعين سنة عشان خاطر حيوان النهاردة بقى معنا حرب مختلفة تماماً ما بين أولاد عمومة يتحربوا أربعين سنة عشان خاطر حيوان حلقة جديدة من البصاص فأهلاً بكم الملك النعمان بن المندر طبعاً كلنا عارفينه من قصة عنطرة اللي طبعاً عنطرة راح يعني هبق عليه يعني وقال له لو سمحت عايز ألف نقع حمراء كده معليش إيه أستأذنك فيهم عشان خاطر أكمل نص ديني وأتجوز عبلة زي ما كلنا عارفين الملك النعمان بن المندر كان موجود في العراق وكان عنده قوافل حجاج وتجارة بتعدي في شبه الجزيرة العربية وعشان مناطق الصحاري يعني فيها كثير من قطاع الطرق كان متفق مع قبيلة عربية شهيرة اسمها البنوذبيان إن هما يحموا القوافل دين وكان مقابل بيديهم يعني فلوس وبيدهم عطايا وبيدهم هدايا عشان خاطر تأمين القوافل بتاعته ومع هذا تعرضت إحدى القوافل لاعتداء من قطاع الطرق هنا الملك النعمان تعصب وقال لك لا ما تفعش كل ده على الفاضي وقرر إنه هو ينقل مسئولية حماية أو تأمين القوافل من بني ذبيان إلى ولاد عموهم بني عبس بني عبس كانوا ولاد عموما لبني ذبيان زي الحلقة اللي فاتت ما بين بني بكر وبني تغلب زعيم قبيلة عبس اللي هو القيس بن زهير العبسي اشترط على الملك النعمان بعض الشروط والهدايا أو مزيد من العطايا والهدايا وهنا أصيبت قبيلة ذبيان بالغيرة وإن الغيرة في الحرب خطيرة قالوا بلاش يعني موضوع الحفظ والغيرة وخلينا نطلع نروح لبني عبس ونشوف معاهم حل وصب قائد قبيلة بني ذبيان وهو حذيفة بن بدر قرر أنه هو ياخد أخو حمل بن بدر ويروحه لقبيلة عبس وآهن من حمل من شر ما حمل لما راحوا القبيلة لقوا هناك سباء خيل وكانت العرب يعني معتادة أن هم بيعملوا يعني سباء خيل لمسافات طويلة كان ممكن السباء يعني يقعد يعني من عشرين ساعة ليوم واثنين والناس بقى بتطلع وتفضل قاعدة على الطرقات زي المراثونات اللي بنشوفها دلوقتي ويجيبوا أكل وشرب يعني اللي منظم الخيل أو السباء هو اللي كان بيجيب لهم أكل وشرب لحد ما الخيل توصل بالسلامة حد اقترح اقترح ما اعلم بله ربنا وقال لهم يا رأيكم يا جماعة نعمل سباء بنا وبينكم بنوا عبس شاركو بالحصان داحس وبنوا ذبيان شاركو بالحصان الغبراء داحس لم يكن عليه غبار كان سريع جدا والغبراء تقريبا كان عليها غبار يعني ما غبراء يعني كانت يعني سريعة جدا ولكن أقل أو أضعف شوية من داحس طيب اللي يكسب هيستفيد ايه؟ في كذا رواية في الموضوع ده في رواية بتقول ان هم اتفقوا ان اللي هيكسب هو اللي هيأمن الطرق وفي رواية بتقول ان اللي هيكسب هو اللي هياخد عطايا الملك النعمان وفي رواية تالتة بتقول ان اللي هيكسب كان هياخد ميد ناقة حمل خطط لجنيئة كبيرة جمع رجالته وقال لهم بلوك يا رجالة انتو تعودوا كده ايه؟ في الايه؟ الاذقة والطرقات لقيتوا داحس اللي متقدم حلق عليها جدع ومش عارف ايه وحاولوا ان انتو تأخروا لقيتوا الغبراء هي اللي سبقت سبوها تعدي بالفعل داحس هو اللي سبق الغبراء ورجال اللي حمل طلعوا عليه وحاولوا ان هم يعطلوه بالفعل عطلوه وكسبت الغبراء الموضوع مع ذلك اتكشف تقريما اخبار اتسربت هوب يتأكدوا ازاي رحوا شافوا الفرد الدنيا تقلبت الدنيا تقلبت والنفوس شالت والموضوع ايداق بصراحة احنا في ميدل لما كان حد يستخدم البازوكا رغم ان ايليه محدش استخدمها كنا بصراحة بنتعصد بس مش درجة ان تقوم حرب نفس السيناريو اللي حصل الحلقة فانا رأيي نجيب الحلقة اللي فاتت ونغير بس الشخصيات هنلاقي نفس كل شيء بيتكرر زي ما هو قبيلة بانو فيبيان التف حواليها قبائل اخرى وكان فيه قبيلة بانو طيب ودي دخلت الحرب لان كان عندها طار يعني مع بانو عبس قبل كده يعني اغاروا عليهم فعرفوا ان فيه عركة انك يلا نخش معهم والقبيلة دي مهمة جدا لان هي اللي كتبت نهاية عنطرة ابن شداد الحرب قعدت تستمر وقتل من هنا وقتل من هنا وصولات وجوالات وشهدت تألق كبير جدا لعنطرة ابن شداد طبعا كلنا نشوفنا استوى سفريد شاوي كان بيشيلي ناخلة زي واضرب الناس ولكن زي ما كانت شهدت تألق الكثير شهدت وفاة الكثير عنطرة ابن شداد كان قتل احد الافراد من قبيلة بني طي ويقال ان هو كان شيخا كبيرا وهنا قرر احد الفرسان من بني طي الانتقام منه يقال ان هو الليث الرهيس او الاسد الرهيس المهم ما طلعناش يعني من الفصيلة وضرب عنطرة ابن شداد بيه سهم مسموم في قتله وده بعد مع عنطرة ابن شداد قعد سنين طويلة في الحرب لحد ما عدت تمانين او التسعين من عمره وفي رؤية يعني اكثر ضعفا بتقول ان هو سقط من على الحصان بعد ما كبر في السن المهم بني وذيبيان دخلوا على قبيلة بني وعبس ودمروها وهرب قيس بن الزهير قائد قبيلة عبس وقدروا ان هم حتى يدخلوا بيوت بني وعبس مع ان هم هم اللي غشاشين اصلا تدخل بعض سادة العرب بعد 40 سنة يعني فقالوا لا والله الموضوع كده كتير قوي فايه نخش ونصلح ما بينهم يعني ان تأتي متأخرا خيرا من اللي تأتي انا شايف ما تأتيش احسن يعني بعد 40 سنة والناس اللي ماتت وهما الحارث ابن عوف وهارم ابن سنان ومش عايز اقول لكم برضو ان هم تدخلوا يعني الاصلاح بالصدفة ازاي بقى تدخلوا بالصدفة يعني هي حكاية مش عايزين نطول عليكم يعني ونقولها بس هنقول الحارث ابن عوف كان من اسياد العرب او كان يمكن اكبر شخصية موجودة في هذي المنطقة وهذا الوقت يعني الحارث ابن عوف وهو قاعد كده مع صديقه وهارم ابن سنان وقاعد دين ما ينجعصين كده وقاعدين يدردشه وبيقول له كده تفتكر ان انا لو تقدمت لأي حد عشان اخطب بنته ممكن يرفضني قال له اه في واحد قال له مين ده قال له أوس ابن حارثة ابن الطائه قال له بقى أوس يرفضني انا قال له اه قال له يرفضني انا قال له اه قال له بس طب اه رأيك ان انا هروح واتقدم لبنته واشوف اللي هيحصل نص دا اتجهتوو راح طالع على بيت أوس ابن حارثة خبط عليه فتح له قال له ازاك عاجق قص قص قال له اهلا وسهلا قال له انا أه اعرف طبعا بنفسه ان انا الحارثة ابن عوف قال له انا مش هنا وقفى لوقا فيي المهم 1000 قليط له قلت له إيه؟ مين كان عندك؟ يعني اتا مكملتش دقيقتين طبعا كان من عادة العرب يعني يعوده 3 يامي ضيفه في الراجل وقال له إيه ودخلت منفعل ومتعصب قال له إيه ده فخر العرب قالت له مين الحارث ابن عوف؟ قال له رايزي قال له كان عايز اخطب بنتي وقلت له أنا مش هنا وانفعلت عليه وترك وقال له إيه يا رجل إنتا الجنين، إيه جنينت؟ ترفض يعني سيد العرب إيه جنينت؟ قال له إيه أنت مش عايز تجوز بناتك؟ قال لها أعيز أجوزه قالت لهم من رفضته ليه قال بصراحة استحمقته يعني استحمقته يعني قالك دخل علي كده باحتباره أنه هو شايف نفسه إيه سيد العرب بقى ومن على الباب كده أنا عايز أخطب بنتك المفترض أنه هو يدخل ياخد الضيافة يبدأ يعني يمهد للموضوع أما هو شايف أنه هو إيه يعني لقطة بقى ما يترفضش فداخل يعني إيه نفس شريشه زي ما بيقول المهم ستة قالت له بص يا أس انت ايه اتصرحت يعني ما ينفعش كده برضو أنت معاك حق ومش عارفه بس ده يعني إيه ده سيد العرب الراجل برضو حاس أنه كده إيه ضيع فرصة مهمة يعني فقال إيه خلاص الستة إيه قال بكلام يعني الستة كانت حكيم يعني فقرر أنه هو يبعت لي أو يعني يلحق الحارث ابن أوف عشان خاطر يصلح الموقف رح يعني لحيهم بالفعل وكان الحارث ابن أوف كان معاه عبد لي أو أكتر من عبد وبالفعل يعني أقنعه ورجعه تاني للبيت أوس ابن حارثة كان عنده تلت بنات بس تلت بنات كل واحدة فيهم عقلها يوزن بلد مش فكرة بقى عريس يا بوي وتروح ماسكا فيه وخلاص طالما إيه فرصة كويسة وراجل غاني ومقرش الكبير قالت له بص يا والدي هو مش من القبيلة أو المكان بتاعنا يعني من مكان مجاور وفي نفس الوقت ما فيش بينك وبينه نسب فأنا أخشى لو حصلت أي مشكلة ما يعمل لكش يعني احتبار أو وزن ويظلمني كلام منطقي وموزون راح للوسطانية وقال لها أن سيد العرب متقدم لإحدى كنا فإيه رأيك يا بنتي قالت له والله يا والدي أننا يعني مش مدردحة شوية يعني في بعض الأعمال المنزلية وهي كان عندها يعني عيب في شكلها فرحم اللهم رئي عارفة قدر نفسه يعني حست أن هي إيه ممكن ما تعجبوش فإيه يعني يحصل ما بينهم إيه عدم ألفة فيبقى نتيجة الجواز فشلة فقررت أن هي ما تخشش في هذه المعركة يعني المهم الصغيرة كان اسمها بهيسة وكانت شخصية قوية وكانت يعني إيه يعني مكتملة من كله فقالت يعني أن هي كريمة وبنت كريم ولو فكر أن حتى يطلقها ربنا مش أكرمه أبدا المهم يعني إيه حصل القبول والرجل يعني حتى هو وجب بيها وبكلامها فتم يعني الاتفاق على الزواج خلاص يعني انتفقوا على الجواز وبدأت حتى الاستعدادات سريعا للجواز يعني حجزوا القاعة وبدأوا يزبطوا الدي جي وخلاص كان هيقترب الجواز ولكن فجئته بطلب غريب قالت له أنت ليك نفسي تتجوز قال له آه عادي قال له بقى عايز تتجوز والعرب وأعين وعدين يموتوا ببعض من أربعين سنة قال له آه صح ما يصاحش ورح واخد صاحبه هارم ابن سنان قال له طب أنا مال يا لين بقال له لأ هتيجي معايا ونعمل الصلح ما بين القبيلتين وتدفع معايا الديات أعادوا قادة بني ذيبيان وبن عبس وفعلا تعهد بدفع الديات وكانت تلات تلاف بعير تدفع على تلات سنين وهنا توقفت حرب دامت لأربعين سنة وراح ضحيتها العشرات أو المئات من أبناء القبيلتين حرب البسوس أشعلتها امرأة وحرب داحس والغبراء أطفتها امرأة حتى شوفوا التشابه وصل لدرجة إيه إن اللي وقف حرب البسوس هو الحارث ابن عباد واللي وقف حرب داحس وغبراء هو الحارث ابن عوف مشكلة تغلب وبكر وعبس وذيبيان مش مشكلة الحصان أو الجمل هي مشكلة التهور على أدفه الأسباب لما بتندفع على مشاكل بسيطة ممكن توصل لأسوأ السيناريوهات ممكن تخسر حياتك أو قاتل وعشان ما تفتكروش إن العرب هم بس الاندفاعيين واللي بيتهوروا بلا عقل يعني وبلا تفكير الحلقة الجاية إن شاء الله هنسافر لحد أمريكا عشان نتكلم عن إحدى أخطر المعارك في التاريخ من أجل حيوان برضو فانتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة